نظمت وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي مأدبت عشاء على شرف ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية كارول فلور بعد أن أمضت أربع سنوات في شات كممثلة مقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية مناسبة حضرها عدد من ممثلية البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بالبلاد واستهلت المناسبة بكلمة أمينة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية أشتصالح دمان حيث أكدت أن شات منذ عام 2016 استفادت من صندوق السلام التابع للأمين العام للأمم المتحدة وكذا برنامج الأمم المتحدة للتنمية لذا قد شكرت باسم الحكومة الشادية السيدة كارول فلور التي وصلت إلى نهاية مهمتها في شات لكنها تركت بصمة جميلة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا وهذا يؤكد حسن التعاون القائم بين شات والأمم المتحدة كما هنأت أمينة الدولة في الخارجية الممثلة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيدة فيوليت أما كارول فلور قالت إنها تقادر شات لكنها ستظل مشتاقة للشعب الشادي وجميع الأصدقاء وأن ما قدمته من أعمال في مهمتها كان في إطار عمل الفريق الواحد كما قدمت شكرها للحكومة الشادية على التعاون المتميز القائم بينهما وفي نهاية المناسبة قدمت أمينة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية أشتصالح دمان هدية رمزية للسيدة كارول فلور ترجمة نانسي قنقر موسيقى